بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتطرق لملف المهاجر السيرين في فرنسا بعد تحيين المحافظ الجديد لباريس السيد جوليو ماريون سي لبخيفي باري بدأت حملة كبيرة في فرنسا وخاصة محتاط الطرقات الكبرى محتاط القطارات وذلك لمراقبة طورقة ثبوتية أي بطاقة الإقامة وتركز هذه المراقبة مثلا غاردينو غاردوليست سنازار بورجي جونفليلي كل محطة الكبرى والطرقات أين يلتقي المهاجرون وذلك لمحاربة المهاجرين غير الشرعيين وبعها فتحين الحدود الشرع المقبل ستبدأ فرنسا بتعضي المهاجرين غير الشرعيين وخاصة المغاربين إن دول المغرب وجزائر وتونس دائما تقبل بطردهم واستقبالهم في بلدانهم أصلية ويتعذر على فرنسا طرد أفارقة لعدم معرفة أصولهم ونرجمينا الإخوان الحذر ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل إخواننا في باريس وفي فرنسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر